السلام عليكم أصدقائي قبل أن نتكلم عن الطفلة اللي زوج أمها الألماني جعلها تصبح حامل وعن مادة خطيرة وممنوعة كانت تصنع فقط بسوريا الآن انتقلت مصانعها إلى ألمانيا وقبل أن نتكلم عن ظاهرة خطيرة تحصل بدولة الصين ستغير الدولة بشكل جذري قريبا رح نتكلم بالبداية عن حرمان فئة كبيرة من اللاجئين من الجنسية الألمانية بعد سنة 2025 قبل أن ندخل بالتفاصيل اشترك بالقناة الآن وفعل جرس التنبيهات حتى مايفو تكشي وتاخذ فكرة عن فيديوهاتي أولا بأول وشكرا لمن يريد دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب بالبداية لا يوجد اثنين بألمانيا يختلفون على أن الحكومة الحالية هي أكثر حكومة كريمة مع الأجانب بالقوانين وكريمة مع اللاجئين ولا يوجد اثنين يختلفون على أن الحكومة الحالية هي أضعف حكومة مرت على ألمانيا بالسنوات الماضية عملت حتى انقسان بالرأي العام وهذه الحكومة حتغادر بخسارة كبيرة بالشعبية بالعام القادم هذه أمور تعتبر من المسلمات بألمانيا بعد أن تحصل الانتخابات بالعام القادم كل الدلائل والإحصائيات والتقارير تشير لأن شعبية كل أحزاب الحكومة الثلاثة وهي مجتمعة ما تجيب أكثر من ثلاثين بالمئة بل تحت السبب وعشرين بالمئة وحزب المستشارة السابقة إنجيلا ميكل حزب سيدي أو اللي داخل بتحالف مع شركة البافاري اللي هو حزب سي أس أو هو الحزب أو التحالف الأكبر بالشعبية ولكن هذا الحزب تغير بالعامين الأخيرين وصار متشدد مع الأجانب بصورة عامة واللاجئين بصورة خاصة ومرشح الحزب لمنصب المستشار فدرش مياتس حرمته إنجيلا ميكل بالانتخابات السابقة من الترشح بعد أن اعتزلت حرمته وأعطت الفرصة لرجل اسمه أرمن لاشت يعني حتى يترشح بداله وهذا كان سبب كبير لخسارة حزبه أنا قلتها بسنة 2021 وقلتها لمن أنجيلا ميكل اتخذت هذا القرار لأن أرمن لاشت كانت شعبية ضعيفة جدا الآن مياتس وهو مرشح التحالف وهو رجل ثري جدا من الطبقة المحافظة يريد عمل تغييرات جذرية على أداء الحزب يريد عمل تغييرات جذرية بألمانيا ورح يبدأ بالمهاجرين واللاجئين واليوم تم الإعلان عن أن حزب سريعه أو يعني بعد أن يفوز بالانتخابات القادمة وهو أمر مؤكد يريد حرمان فئة من اللاجئين من الجنسية الألمانية وفق الشروط المخففة وريد تصعبها عليهم بشكل كبير يريد الحزب حسب خطة تم الإعلان عنها اليوم ليس تغيير قانون الجنسية بشكل جذري ولكن تغيير فقرة بقانون الجنسية تتعلق بجعل اللاجئين أصحاب الحماية الفرعية لا يحصلون على الجنسية الألمانية لا بخمسة سنوات ولا بثمانية سنوات بل يبدأ عداد الوقت عندهم بعد ما يحصلون على الإقامة الدائمية يعني أنت خمسة سنين عمل أو أكثر هي تقريبا هذه شروط الإقامة الدائمية بعدها يبدأ معك عداد الحصول على الجنسية الألمانية سواء ثلاثة أو خمسة سنوات أخرى فوق الخمسة الأولانية فهذه هي الخطة اللي يريد عملها الحزب واللي تم الإعلان عنها اليوم ما تم ذكر شيء جديد عن بقية الفئات الأخرى من الأجانب مثلا من لديها قامة دراسة من لديها قامة عمل حسب ما فهمنا من المفترض أنه ما رح يتغير مع هذه الفئات شيء والتغيير من المفترض أن يحصل فقط لجماعة الحماية الفرعية السبب من هذا التغيير هو أن الألمان بصورة عامة منزعجين من تسهيل قانون التجنيس والآن أكبر حزبين بالبلاد من الشعبية وهم حزب المسيح الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانية هم يرفضون من حيث المبدأ تسهيل تجنيس الأجانب وحتى يكسبون رضا جمهورهم فهم يدعمون تغيير القانون الحالي الحقيقة أن هذه يعني هي ليست الأشياء الوحيدة اللي يريد الحزب اللي هو تصدق شريكة البافاري سيئس وعملها مع اللاجئين فهم يريدون التعاون مع دول المنشأ الدول التي يأتي منها اللاجئين وإن كانت الدول بها حروب يتعاون مع جيران هذه الدول دول مجاورة لهم من أجل تسهيل ترحيل اللاجئين إلى دولهم أو إلى دول جوار دولهم أو الدول الثالثة هذه الأمور صارت برنامج انتخابي لحزب سيديو نصيحتي لكل الأشخاص اللي يريدون أن يحصلون على الجنسية الألمانية حققوا كل الشروط بسرعة وقدموا على الجنسية الألمانية الآن قبل الانتخابات بالعام القادم هذه فرصتكم لأن الحكومة الحالية حتى نكون منصفين هي أكثر حكومة بتاريخ ألمانيا متساهلة بقانون الجنسية وبقانون الإقامات الدائمية ويعني هي أفضل حكومة قدمت قوانين للأجانب رغم أنه جزء كبير من السكان غير راضين عليها موضوعنا التالي أصدقائي حننتقل لولاية شمال الراين تحديدا مدينة اسمها زيقن بهذه المدينة حصلت حادثة بشعة هذا اليوم نقلتها أغلب وسائل الإعلام الألمانية والقصة هي هناك أم لديها طفلة طفلة عمرها 11 عام وهذه الأم تزوجت من رجل يعني الأم عندها طفلة تزوجت من رجل وليس أب الطفلة فالنتيجة هي أن الطفلة أم 11 عام صارت حامل وولد طفلها بالشهر السابع من الحمل ولكن بصحة جيدة تم عمل فحص الحمض النووي للطفل وتبين أن الأب هو زوج الأم بالبداية وقبل اكتشاف من هو الأب ما اعترفت الطفلة ولم تقول بأن زوج الأم هو المسؤول وزوج الأم نكر أن تورط بحمل الطفلة ولكن بعد صدور نتيجة فحص الحمض النووي تم اعتقال الأب بتهمة خطيرة وهي الاختصاب ولمرات عديدة ليس لمرة واحدة الأم أصيبت بصدمة نفسية كبيرة خلال فترة حمل طفلتها وكانت القشة التي قسم الظهر البعير أي الأم بعد اكتشاف أن زوجها هو المسؤولة لحمل ابنتها ما تم ذكر جنسية أي طرف من الأطراف وهو يعني شيء طبيعي الافتراض هو أنه جنسيتهم ألمانية والطفلة قالت للمحققين أنها ما جبرها أحد على الحمل وهي كانت تريد أن تصبح أم وهي بأحد المرات قالت أنها سرقت واقي ذكري مستعمل من زوج أمها مليء بالساء المنوي وجعلت نفسها حامل منه المحققين ما يصدقون برواية الطفلة ولا برواية زوج الأم والآن تم اعتقاله والأم صارت عندها حالة نفسية يعني أم الطفلة والطفل المولود حديثا تم أخذه من أم اللي هي طفلة أم 11 عام اللي صارت الآن 12 سنة أخذ الطفل منهم إلى عائلة حاضنة لأن أمه يعني وجدته لا يستطيعون توفير بيئة ملائمة له بعض التفاصيل اللي تم نشرة بوسائل الإعلام هي أن الطفلة كانت تروح للمدرسة بانتظام والمعلمين أو المعلمات لاحظوا تغييرات جسدية على الطفلة وبلغوا اليوقد أمت بشكل مباشر اللي بنهاية المطاف سحب الطفل الرضيع من العائلة بالكامل موضوعنا التالي أصدقائي اليوم تم نشر تقرير صحفي ضخم شاركت بمؤسسات إعلامية كبيرة مثل إذاعة باين ومؤسسة أس في أغ وفادس اللي هي فراند فوتا القمانة سايتونغ ومثل دوتش غوند فونك اللي هي أم دي آر هذه المؤسسات الإعلامية قاموا بعمل بحث كبير جدا استمروا بالعمل عليه لمدة سنتين استخدموا بالبحث معلومات كثيرة من الشرطة الألمانية وتوصلوا لنتيجة خطيرة وهي أن مادة مخدرة خطيرة لا أريد أن أذكر اسمها بسبب سياسات اليوتيوب ولكنها تبدأ بكبتا وتنتهي بج او ان هذه المادة الخطيرة حسب الإعلام الألماني كانت تصنع بسوريا وبلبنان وبالسنوات الأخيرة بألمانيا تم مصادرة 1.3 طن يعني طن وثلث من حبوب هذه المادة المخدرة يقولون أن هذه المواد الخطيرة يتم تصنيعها وتصديرها وتهريبها إلى دول مستهدفة وتستهدف دول الخليج تحديدا دولة السعودية وألمانيا بالسنوات الأخيرة تحولت إلى دولة انتاج بسبب وجود عصابات خارجة عن القانون تصنع هذه المادة بألمانيا وتهربها إلى الخارج وقالوا أن هذه العصابات هي عصابات أجنبية سورية لبنانية والعمل الصحفي الكبير بيّن أن طن وثلث من هذه الحبوب هو ما تم مصادرة فقط ويقولون قد يكون طن وثلث هو جزء بسيط من ما لم يتم مصادرتها حتى الآن ولا يزال حروة يتدفق عبر خطوط التهريب تخيلوا مصانع ضخمة تم تفكيكها بمدينة غينغسبورغ بألمانيا وآلات ضخمة لصناعة هذه الحبوب جلبتها مجموعات من دولة هولندا إلى ألمانيا ويقولون أن أكثر ولاية تخرج من هذه الحبوب الخطيرة هي ولاية أنغذي يعني ليس علاقة بغيينسبوك بأنغذي هذه أكثر ولاية تطلع منها هذه الحبوب وبسنة 2022 وال2023 اللي تسول أمت بإسن صادر نصف طن من هذه الحبوب الخطيرة وبقوا أشهر طويلة يفحصون يعني هذه الأكياس يأخذون بصمات يأخذون حمض نووي للأشخاص اللي ممكن لامسوا أكياس هذه الحبوب ووصلوا لعدد كبير من المتورطين لاحظوا كم هي الحالة سيئة يقال بالتقرير أن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية D.E.A. هذه تدخل بالأشياء الكبيرة هذه الوكالة هي لأنهت أسكوبار وأنهت الشاب وقوزمان هذه الوكالة دخلت على الخط بألمانيا وبدت تتعاون استخباريا مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى حتى يفككون هذه التجارة ويقولون أن أخطر ما بهذه المادة هي أنه يمكن صنعها من قبل العصابات مقابل مواد أولية بسيطة ورخيصة جدا ويمكن شراءها بكميات كبيرة وبأسعار يعني رخيصة جدا وما يتم صناعته بـ 50 ألف يورو من هذه الحبوب يتم بيعها بـ 10 ملايين من اليوروهات يعني تجارة إجرامية مربحة جدا للعصابات نتحول للموضوع الأخير الصين الصين بيها شيء خطير جدا يحصل الآن كانت لسنين طويلة أكثر دولة بالعالم بتعداد السكان والآن تحولت للمركز الثاني والهند احتلت الصدارة يعني سيناريو خطير يحصل بالصين ممكن يحصل بالدول الصناعية بالعالم كلها ولا أستثني من ذلك ألمانيا الصين مليار و 400 مليون نسمة والهند الآن مليار و 500 مليون نسمة تقريبا اللي يصير بالصين هو ضعف كبير بالخصوبة كثير من الصينيين يحاولون الإنجاب سواء رجال أو نساء ولكنهم لا يعني يتوفقون بالولادة والثاني نقطة هي من عدد ضعف الخصوبة بسبب تطور الحياة صار من الصعب جدا إعالة طفل جديد فرتم الحياة الصينية الآن يحتاج من الشخص أن يعمل ليل نهار كي يؤمن متطلبات الحياة سواء الرجل أو الأم وإعالة الطفل تعتبر من أصعب الأشياء وشبه مستحيل لمئات الملايين من الصينيين أن يتكفلون بتربية الطفل أن يتحملون الموضوع من الناحية المادية والآن فوق كل هذا البلاء ابتلوا بلعنة ضعف الخصوبة اللي هي تحصل بدول عديدة بالعالم الحكومة الصينية كانت ومن سنين طويلة أي بعد 1980 واضع قانون اللي هو منع الأبوين الأب والأم من إنجاب أكثر من طفل واحد ألغوا القانون بسنة 2015 سمحوا بإنجاب طفلين والآن فتحوا الرقم ولكن دون فائدة ودون زيادة بالعكس ما يحصل هو كبر سن السكان وضعف الولادات سن التقاعد كان عند النساء بالصين بين الخمسين والخمسة والخمسين سنة الآن مددوه لثمانية وخمسين سنة حتى يسدون النقص بالعمالة وسن التقاعد عند الرجال بين ستين وثلاثة وستين الآن يخططون لتمديده لسنين طويلة وهناك شيء هو المهم بالأمر ما يتكلم عنه أحد ولا حكومة يتكلم عنه للصينية ولا الحكومات الأوروبية وهو قد يكون السبب الحقيقي لضعف الخصوبة وهو النظام الغذائي بزمننا الحالي وكثرة الأطعمة جاهزة وانخفاض الهرمونات أو خلل بالهرمونات اللي تساعد على زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء مثل توستيرون عند الرجال اللي يسمى هرمون الذكورة هذا الهرمون كلما مرت زمن كلما انخفضت نسبته عند الرجال وبالنسبة للإناث هرمونات عديدة مثل الأستروجين والبروجسترون وهرمون الأف اي اتش والبرولاكتين هذه الهرمونات بسبب المواد الكيميائية الكثيرة بالحياة مثل المكياج والطعام الغير صحي والميكرو بلاستيك ذرات البلاستيك الموجودة بكل شيء بحياتنا سواء بالماء بالهواء بالغذاء أو حتى بأجسامنا ممكن تكون هي السبب بضعف الخصوبة لا يوجد حكومة بالعالم تتجرأ وتقول أن هذا هو السبب لأن الطعام الصحي يعني جلوس أحد بالمنزل يطبخ طعام فريش لساعات طويلة أكثر من وجبة وهذا شيء ما تريد الدول الصناعية يريدون الرجل والمرأة يعملون اثنينهم يريدون أكل جاهز ميكرو ويف وأندومي وبيتزا مجمدة فإذا تحبون نخصص فيديو لهذا الأمر هنشر لكم بدراسة تقول أنه بعد خمسين سنة ممكن تصير التغييرات الهرمونية عند النساء والرجال إلى مرحلة يكون الحمل بها شبه مستحيل كتبونا بالتعليقات إذا تحبون نخصص فيديو لهذا الأمر لهنا وصلنا للنهاية شكرا لحسن استماعكم مع السلامة